موسيقى في إطار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي سياق الجهود المبذولة لتقديم الدعم للهيئات المحلية من أجل تنفيذ مشاريع حيوية في المدن والبلدات الفلسطينية أعلن اليوم في بلدية حلحول في محافظة الخليل عن توقيع اتفاقية لتأهيل وتعبيد الطرق المحاذية والمؤدية لمستشفى الرئيس محمود عباس في المدينة بقيمة وصلت إلى نحو ستة ملايين شكل هذه المنحة هي حصة لمدينة حلحول من الحكومة الفلسطينية عن طريق وزارة الحكم المحلي هذه التمويل قيمته المالية خمس ملايين وتسعمية وتسعين ألف شكل يعني احنا بنحكي على ست ملايين تقريبا خصصة لتجهيز وتأهيل الشوارع الرابطة والمؤدية إلى مستشفى الرئيس محمود عباس واحنا بنعرف ما معنى مستشفى حكومي هو يعني لمنطقة الشمال بالكامل وأيضا سيتم أيضا استقبال حالات منه من محافظة بيت لحم توقيع الاتفاقية والإعلان عن المشروع جاء وسط حضور رسميا وشعبي لافت من مختلف مؤسسات المدينة وهو ما يعكس أهمية تنفيذ هذا المشروع وبخاصة في حلحول التي تواجه الكثير من التحديات وهذا المستشفى لكل فلسطين ولكل الوطن وهذا المستشفى هو يعتبر مستشفى حيوي وضروري في منطقة الجنوب وهو يخدم تقريبا 800 ألف نسمة بالإضافة إلى خدمة كافة مواطنين الفلسطينيين في كافة أرجاء الوطن هذا المستشفى هو مستشفى تخصصي يضم فيه ستة أقسام رئيسية نعمل على تأهيد الشوارع المحيطة في المستشفى الرئيس محمود عبدالس ونبطها في القرى المجاورة نحن نقدم غدما لكل مواطنين في شمال الخليف ونتأمل باللابط لنتوجيه كلمة شكرا كبيرة لهيئات المحلية سوارة شمال الخليف في كل محاولة الخليف وبالتحديد في مدينة حمول ومدينة حمول على كل المجهود اللي بدلوا خلال الأربعة وخمس سنوات فترة الحكم الرشيد إلهم ومن المتوقع أن يستمر العمل على تنفيذ المشروع الذي يشمل أيضا إزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة وبناء الجدران لنحو عامين المدة اللي احنا بنوكعها مع المكاول ستكون طويلة الأمد يعني مش أكل من سنتين لأنه أنت بتحكي اليوم عن مناطق سكنية بتحكي على إزالة تعديات بتحكي على أصوار اسمنتية مسلحة بتحكي على جدران مرابية أيضا بتحكي على سكن مكتظ جدا على إزالة تعديات كل هذه من المحاوكات اللي يعني بتقلل من التسريع في التنفيذ لكن شركة الحزام اللي اليوم احنا بنوكع معاها هي من الشركات اللي موجودة ومن الشركات إن شاء الله الأملاكة بتعملنا معاهم في قبل هذا المشروع أيضا في تعبيد مكاطع من الشوارع المدينة على قدر عالي من المسئولية والحرص والاهتمام ويحمل مستشفى الرئيس محمود عباس الحكومي والذي فتح أبوابه مؤخرا أمام المرضى أهمية كبرى بالنسبة لأهالي المدينة وبلدات الشمال المحافظة إلى جانب محافظة بيت لحم فهو من المتوقع أن يخدم نحو 800 ألف مواطن اشتركوا في القناة